لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اليوم 13 ديسمبر 2020 وهو اليوم الاول من السنة الثانية لحكم عبد المجيد تبون ظهر الرئيس بعدما غاب مدة طويلة منذ آخر ظهور له كان يوم 15 أكتوبر 2020 عندما استقبل وزير الخارجية الفرنسي منذ ذلك الحين غاب وظهرت الكثير من الأخبار ورئاسة الجمهورية للأسف الشديد تعاملت بطريقة زادة الشكوك وانتشرت الإشعات المغرضة والإشعات المختلفة وأيضا ليس بسبب التعتيم أو الغموض الذي قامت به رئاسة الجمهورية عند تعاملها مع ملف مرض الرئيس بل أيضا التضليل والكذب وهو ما تأكد في عدم ما تأكد في عدم قد يقول البعض أننا كنا نتحدث عن مرض الرئيس وكذا وكنا نتوقع عدم عودته لم يحدث أن قلنا أن الرئيس لن يعود بل قلنا أن الرئيس سيعود وكما قلنا مؤخرا أن عدم إظهار الرئيس رجحناه بسبب وضعه أنه خرج بعد مدة قضاها في الإنعاش بالتنفس الصناعي التغذية عن طريق السيروم وما إلى ذلك صار الجلد على العظام قلناها عدة مرات هذا الكلام ترى لماذا السلطة لم تظهر الرئيس أنا أقول لكم الرئيس أكثر من عشرين يوم لم يأكل ولم يشرب فقد وزنه أنا أعرف أشخاص أصدقاء أصيبوا بكورونا دخلوا المستشفيات ألي ما نقصش ينقص عشر كيلو ولوا في وضع صحي للجلد على العظام نفس الشيء اللي يعلى وضعه الرئيس لذلك إظهاروا هذا الجانب لا يريدون إظهاروا في هذا الوضع يريدون أن يتعافى بعض الشيء أمر آخر أن الرئيس لا يزال يتنفس بأجهزة تنفس في الأول كان بأجهزة تنفس صناعي كامل الأكسجين يدخلوا عن طريق الأجهزة ولكن لما استفاق من الغيبوبة وعاد له وعيه وبدأوا الآن يتنفس دائما يتنفس بالجهاز ولكن ليس بسبب وضعه الخطير بل أنه بدأ يتماثل للشفاء رويدا رويدا وصار يتنفس طبيعيا ولكن لا يكفي بل أنه دائما تتم مساعدته بأجهزة تنفس لا يريدون إظهار الرئيس في هذا الوضع نحيف وضعه صعب وأيضا بالأجهزة التنفسية ما حبوا يظهرون أمر آخر هذا في نظري هذا هو الواضح عندي ولكن لذلك يريدون الآن ربح الوقت بقدر الممكن حتى يتعافى بعض الشيء الرئيس ويستطيع يعود له على الأقل وضعه لحد ما طبيعي ولا يمكن أن يعود بسرعة إلى وضعه الطبيعي سيظهر عليه علامات المرض ولكن على الأقل في صورة أفضل وواضح جدا أن ظهوره اليوم يؤكد أنه بالفعل كان في ظرف وكان في ظرف صحي صعب فقد ظهر متعب مرهق أيضا عدم التركيز في الكلام أيضا حتى العشوائية والارتجالية في الكلمة التي وجهها إلى الجزائريين واضح أنه لم يتم تحذيرها بطريقة جيدة وأن الرئيس المهم يظهر للجزائريين لأن هذه فطرة طالت والأمور وصلت إلى منعطفات مختلفة من الظنون والأوام أيضا أمر آخر يجب أن نؤكد عليه قد فند في البداية تلك الإدعاءات التي قالت بأن الرئيس تعرض إلى جلطة دماغية وفندنا أيضا تلك الدعاية التي قالت بأنه دخل في خصومة مع الفريق الأول عم علي بن علي وفندنا وقلناها مرارا وتكرارا أن الرئيس أصيب بفيروس كورونا بل أنه حتى قبل أن تعلن رئاسة الجمهورية كنا أول من تحدث عن هذه الإصابة وقلنا أن الرئيس أصيب بالفيروس وأن نقله إلى هي مر بعدة مرح الآن وصلنا إلى المرحلة ما قبل الأخيرة هي مرحلة الظهور وبعد ذلك مرحلة العودة الرئيس في الأول قالوا بأنه في حجر صحي طوعي نقله العين النعجة بعد ذلك البروتوكول الصحي في ألمانيا بعد ذلك وصلت ما بعد العلاج بعد ذلك مرحلة النقاها الآن مرحلة ظهور ثم مرحلة العودة لي حتى لا نخوذ كثيرا في جواند هذا الموضوع أنا أرى أنه الظهور هو ظهور إيجابي الآن أنها مسلسل كثيرا ما طال خاصة تطبيق المادة 102 قلناها مرارا وتكرارا أنه ليس وقتها والآن ظهور قد وضع حد إلى كثير من الأمور ولكنه سيفتح أبواب أخرى بلا أدنى شيء نتابع ما قاله الرئيس هذا نشر ثلاثة مقاطع على صفحته في تويتر واضح أنها لم تخضع إلى منتاج ولا أي شيء ظهر أنها صورت أيضا بموبايل أو كاميرا مثبتة أو حتى موبايل مثبت واضح بأنه لا فيها لمنتاج ولا هم يحزنون الأول المنشور الأول الأول اللي قال فيها الرئيس فيه زوج دقائق وعشرين ثانية وهو تغريدة في تويتر لا يمكن أن تزيد على المدة هذه الفيديو الثاني فيه دقيقة وثلاثة وربعين والفيديو الثالث فيه دقيقة وزوج ثواني البداية أن نغرد الرئيس الحمد لله على العافية بعد الإبتلاء شف الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم موعدنا قريب على أرض الوطن لنواصل بناء الجزائر الجديدة ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم وجيشها الباسل سليل جيش التحرير الوطني ومؤسسات الدولة لنستمع إلى الرئيس نبدأ بالمقطع الأول بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا سيدنا محويم ولبينا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه أيتها المواطنات أيها المواطنون الأعزاء كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين وخذته إلى الخارج على جناح السرعة منذ ما يقرب شهرين وخذته إلى الخارج الإعلان الإعلان الرئاسي قالوا أنه نقل إلى الخارج يوم 28 أكتوبر هما يوم 24 أكتوبر قالوا دخل في حجر صحي طوعي ويوم 27 أكتوبر قالوا نقل إلى عين النعجة ويوم 28 قالوا نقل إلى ألمانيا معناها لليوم شهر نصف لكن الرئيس قال منذ ما يقرب شهرين نستمع مرة ثانية كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين وخذته إلى الخارج على جناح السرعة منذ ما يقرب شهرين وخذته على جناح السرعة إلى الخارج لما كان قد أصابني من وباء كورونا جراء ما أصابني من وباء كورونا لم ينقل للخارج لأنه أصيب بكورونا ظهرت عليه الأعراض بل أنه جراء الأعراض التي ترتبت على الإصابة بالفيروس وهذا يؤكد صحة ما رويناه في التقييم الاستخباري عندما قلنا بأن الرئيس أصيب قبل سبعتاش معناها وأنه دخل في غيبوبة قبل سبعتاش معناها أن الرئيس بهذا التأكيد ما يقارب شهرين عندما يقول ما يقارب شهرين ما الشهر نصفق القريب من شهرين على الأقل شهر 25 يوم شهر 27 يوم وكذا وكذا معناها أن المدة هذه هي الصحيحة وجراء ما أصابه بسبب فيروس كورونا معناها دخل الفيروس وبعد ظهرت عليه الأعراض الأعراض هذه الخطيرة أرقدت الفراش معناها أنه نقل على جناح السرعة معناها أن نؤكد بأنه كان في وضع صحي سيء وهو الذي قلناه من قبل أن الرئيس نقل في غيبوبة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله